بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنتكلم مع بعضنا النهاردة في المحاضرة العشرة كوميونيتي بعنوان الريوماتيك فيفر أول حاجة كده نصلي على نبي اللهم نصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد كباية شاي بقى ونركز كده مع بعضنا وفكك من الورق دلوقتي هنحكي قصة بسيطة بنوضح فيها قصة الريوماتيك فيفر طيب القصة تبدأ من أم وطفلها الطفل ده في يومي للأيام تعب قوي جالوا شوية أعراض جالوا فيفر هيدك أنوريكسيا ميليز ودكا مصدع وسخن ومش قادر يتحرك دور يعني دور فطبعا المفروض أي أم تقلق على ابنها وتبدأ أنها توديه للدكتور ولكن لسوق حظ هذا الطفل الأم دي كانت مهملة فقالت ايه والله ده تلاقيشه أدور بردو ولا حاجة ونددله شوية مسكنات وإيه ويعدي جه عدة الأيام وعدة بتاع من أسبوع لخمس أسابيع كده الطفل ده بدأ يتطور عنده مجموعة من الأعراض يا طرق إيه الأعراض دي والله الأم بتبص لطفلها لقيت إيه لقيت إن مفصله مورمة ريد أند سولون فالطفل ده بقى عنده أرثريتس والله ده مفصله يبت وجعه جدا يا ماما مش قادرة حرك دراعي أرثريلجيا إيه تاني درجة حرارته درجة حرارته ارتفعت إيه تالي الطفل ده بدأ يعمل شوية حركات لا إرادية ومفاجاة فالأم بقى تخضط يعني ما فيه حاجة يعني حتى المهمل هيقول لا ده ده كده أكيد إيه أكيد فيه مشكلة فاتخضت في قالت إيه خلاص أنا هواديه للدكتور ودته للدكتور فالدكتور خد منها بقى الهيستوري والكلام اللي إحنا عارفينه ده كله وبدأ إن هو يعمل إيكو كارديو جرام وعمل إي سي جي وبدأ يعمل لابولاتوري انفستيجيشن وقاس الإي إس آر والسي آر بي شوية الفحوصات وبدأ طبعا يفحص الطفل وهكذا شوية الفحوصات والتحاليل دي يا دكتور أصفرت عن إيه قال لك والله أصفرت أمن الدكتور قال للأم والله ابن حضرتك عنده حمى روماتيزمية فالأم مش عارفة ما هي الحمى الروماتيزمية يا دكتور قال لها تعالى مشرحك والله الطفل ده من قيمة أسبوع لخمس أسابيع جاله عدوى اسمها الجاز الجاز دي جروب إيه استريبتو كوكا الانفكشن إيبه الطفل ده من أسبوع لخمس أسابيع جاله إيه جروب استريبتو كوكا الانفكشن الانفكشن دي لما جات له عملت له مجموعة من الأعراض ممكن لمرض زي فارنجايتس أو تونسللايتس اللي هم السور ثروت يا إما تكون جابت له سكارلت فيفر اللي هي الحمى القرموزية الأعراض دي يا هانم كان المفروض تجيلي ونعليجها على طول ولكن حضرتك مهملة ست مهملة فإبنك بدأ يحصل إيه بقى تعالى ما نشوف المفروض الجسم والجهاز المناعي كأي جهاز مناعي سليم بيبدأ إنه هو يكون أنتيبادس ضد الإيه ضد البكتيريا اللي دخلت فالطفل ده بدأ إنه هو يكون أنتيبادس ضد الإيه ضد الاستريبتو كوكاين اسمها إيه اسمها أنتيستريبتولايسل أو دي اللي هي اسمها استريبت أنتيبادس الأنتيبادس دي دكتور بيتمتاز بإيه إنها عمية إنها إيه عمية راحت تضرب الاستريبت وضربت معاه تيشوز أو أنسجة من أنسجد ابن حضرتك فلما ضربت أنسجد ابن حضرتك عملت له مجموعة من الأعراض أسمناهم لحاجتين major criteria و minor criteria ما هي major criteria؟ والله لما عملت ابن حضرتك الإيكو كارديو جرام لقينا عمده مشاكل في الهارت carditis and valveolitis اه ايه تاني والله طلع عمده arthritis التهاب في المفاصل وعنده حاجة اسمها subcontinuous nodules وكمان حاجة اسمها erythema marginata ما نشوفهم دلوقتي والتشنجات اللي بتحصل له مفاجأة دي اسمها ايه دكتور؟ Ascidenhams Korea يبقى دي كده اسمها الايه؟ major criteria يبقى major criteria offer rheumatic fever اللي تطورت نتيجة ايه؟ نتيجة ان الanti-buddies بدل ما تمسك في الستريبت بس لا دراحة تمسكت في الايه؟ في الانسجة المختلفة من الجسم يبقى اول حاجة دي major criteria طيب امال ايه الماينور criteria؟ والله الفيفر اللي انتي قلتيلي انها ايه؟ ان الولد واتسخ يبقى دي فيفر طب ايه تاني يا دكتور؟ arthralgia اللي هو بين في المفاصل لما عملنا له ال-ASR والCRB لقنا عنده ايه؟ elevated ESR و-elevated CRB اللي هو السيري اكتف بروتين وكمان لما عملنا له ECG لقنا عنده حاجة اسمها ايه؟ prolonged PR interval يبقى دي اسمها الايه؟ الماينور criteria تبقى كده؟ تبقى ايه؟ يبقى ازا ال-Reumatic Fever هي ايه دكتور؟ هي عبارة عن ايه؟ Reumatic Fever is autoimmune disease ناخد بالنابقى من حاجة ال-Reumatic Fever مش هي المرض اللي بيعمله ال-Striptococcus ايه ده بجد؟ امال هو ايه؟ هو كومبليكيشن لل-Striptococcus لان الامراض اللي بتعملها ال-Striptococcus ايه هي؟ والحاجات دي ولو ما تعلجتش يبدأ يتطور ايه يا دكتور؟ يبدأ يتطور ال-Reumatic Fever يبقى ايزا ال-Reumatic Fever هو مش المرض بتاع ال-Striptococcus ولكن هو autoimmune disease بيحصل نتيجة ايه؟ Hyper sensitivity response لمين يا دكتور؟ للأكيوت جروب ايه؟ Striptococcal infection طيب لاي كيس كده؟ اي حد يجيله Stript هيحصله ال-Reumatic Fever؟ قالك لأ I'm non-treated cases I'm just a susceptible cases يعني فيه cases معينة حتى لو ما تعلجتش ممكن ما تتطورش ال-Reumatic Fever ولكن غالبا بتتطور فبنقول I'm non-treated cases الحالات اللي ايه؟ اللي تثابت وما تعلجتش طب هي ال-Stript دي بتيجي ازاي؟ قالك ال-Stript دي هي respiratory infections خلاص بقى احنا تعلمنا اول ما جيب سيلة كلمة respiratory infections انا فيه في بالي حاجات اتقانت يبقى اهم حاجة ان ال-Stript دي بتنتقل من خلال ايه؟ بتنتقل من خلال Abderoblet infection بس كده ببساطة يبقى ازا ال-Definition بتاع ال-Reumatic Fever هي ايه؟ هي Autoimmune disease عبارة عن ايه دكتور Hyper sensitivity response لمين؟ لأكيوت جروب ايه؟ Striptoccal infection ايه اللي حصل يطرت على كده مما نشوف ال-Reumatic Fever بيقولك ايه؟ Made develop after Stript sore throat ده الامراض اللي بتعملها الايه؟ ال-Stript sore throat زي الفارنجايتس وزي التونسولايتس او ال-Scarlet Fever Infection Coosed by Bacteria زي ما احنا قلنا اللي هي الايه؟ اللي هي الجاز انتقلت من خلال ايه؟ ال-Droblet Infection طيب والله البكتيريا دي Not Treated Probella يعني ما تعلجتش كويس طب لما ما تعلجتش كويس ايه دكتور ايه اللي حصل؟ قالك بعد من اسبوع لخمس اسابيع يبدأ يحصل ايه؟ تبدأ تحصل ال-Rheumatic Fever طب ليه دكتور حصلت ال-Rheumatic Fever بسبب ال-Cross Immunity اللي حصلت بال-A? بال-A? يعني هو بيقولك ايه؟ بيقولك بتاخد من اسبوع لخمس اسابيع افتر ال-Stript sore throat او ال-Scarlet تفور ايه؟ for-Rheumatic Fever to develop ال-Rheumatic Fever الصوته بي ايه؟ كوزدب ايه؟ Delayed طبعا Delayed autoimmune response دي مش Delayed Hyper sensitivity Reaction يعني دي مش Type 4 عشان بس ما نتلغبطش كلمة Delayed دي معناها انها كانت متأخرة بس ان موضوع ال-Rheumatic Fever ده تطور متأخرا اللي هو بعد من اسبوع لخمس اسابيع يبقى Delayed autoimmune response of the immune system ال-Response to ايه؟ too earlier stripped throat or scarlet fever infection اللي هو الايه؟ ال-A? ال-Antibodies عملت ايه دكتور؟ عملت Cross Reaction مع بعض الانسجة زي Cardiac Myocene ال-Cardiac Myocene في ال-Cardiac Muscle Am the some body proteins النتيجة ايه دكتور؟ Multi-System Inflammatory Reaction يبقى هي دي الايه؟ هي دي ال-Rheumatic Fever Multi-System Inflammatory Reaction يبقى ملخصا كده ال-Rheumatic Fever هي Multi-System Inflammatory Reaction حصلت بسبب Cross Immunity يعني autoimmune disease نتيجة العدوى بالايه؟ بال-Strip في ال-Non-Treated ايه؟ في ال-Non-Treated Causes في الحالات اللي متعلجتش بس كده طيب نكمل Mode of Transmission خلاص ده respiratory infection يبقى ايه؟ Direct Droplet Infection وده The Most Important يا اما Droplet Nuclei يا اما كنت مانيتة Article and Deformance نفس الحاجة ممكن نزود مثلا الفوت بورن بس الفوت بورن بس الفوت بورن انفكشن هيبقى عن طريق دروبلس يعني مثلا واحد عطس في الاكل ولا حاجة طيب ال-Incidence يعني حدوثه طبعا هو بيحصل اكتر في الاطفال في ال-Childhood من سن خمسة لخمستاشر سنة يبقى اذا هو مستقاما ايه؟ من خمسة لخمستاشر سنة ولكن هو ممكن برضو يؤثر على ال-Children قام للأدلتس طبعا كنا طبعا طيب بيقولك ان ال-Incidence حدوثه بيزيد افطر ايه؟ افطر الإيبيديميكس او الاوتبريكس المسلا في ال-Closed community زي ال-School daycare centers الميليتاري training facilities كل الكلام ده هو طيب ال-Bredisposing factors Bredisposing factors of ايه؟ awful infection قام للريوماتيك فيفر يعني ايه هي الحاجات اللي تخلي ال-Stripto تنتقل مش ده Spiratory Infection قالك اه يبقى ال-Overcrowding وال-Bad Ventilation والحاجات دي كلها تساعد في انتقال ايه؟ في انتقال Striptoccal Infection يبقى بيقولك بورهاوسنج فده ممكن يعمل ايه؟ Bad Ventilation المال يوتريشن فده ممكن يقلم المناعة فيساعد ان يحصل Infection اكتر طب ايه اللي ممكن يؤدي الى تطور الريوماتيك فيفر اهم حاجة ان الحالة دي تهمل ان الحالة دي تهمل فيقولك Unsound Behavior يعني ايه Unsound Behavior زي تصرف الام المهملة اللي احنا كنا منتكلم عنها في الاول اللي هو سلوك غير ايه؟ سلوك غير سليم انها ايه؟ انها مراحتش للدكتور Reluctance الامتناع In Seeking Medical Care فبالتالي انا اهملت الحالة فلما اهملت الحالة تطورت ايه؟ تطور الريوماتيك فيفر ايه تاني؟ Frequent Strip Infection يعني ايه؟ يعني العدوى دي متكررة احنا اصلا هنضيف على المينور كريتيريا اللي احنا قلناها Previous Reumatic Fever ان الطفل ده كان عمده العدوى دي قبل كده فلازم ان ناخد بالنا طيب ايه تالت بقى دكتور؟ ودي حاجة مهمة جدا Family History ان ممكن في بعض الحالات الريوماتيك فيفر يكون عمدهم ايه؟ يبقى دي الريدس بوزنج فاكتور يبقى اول حاجة بور هاوسنج فعملت لي بقى والحاجات دي فانا قارت لي بسرعة ناص اليميونيتي طيب يعني السلوك الغير سليم زي اهم حاجة ان انا سبت الحالة واهملتها والفريقونت ستريبت انفكشن يعني جاله كزا مرة والفاميلي هستوري اللي هو زي ما احنا قلنا ان في بعض الناس ممكن يكون عندهم ممكن يكون عندهم الجينات طيب عن الكريتيريا بتاعت ميم عن الكريتيريا بتاعت الستريبت او الكريتيريا نعيسف بتاعت الريوماتيك فيفر طيب تعالى ما نبص للصورة دي الريوماتيك فيفر قال لك والله زي ما احنا اتفقنا عندنا ايه؟ عندنا ميجور كريتيريا ومينور كريتيريا هو جمع هلكنا في كلمة كيزيس اللي هي الايه؟ الكاردائتس الأرثريتس الساكوتينوستوديولز الاريسيما مارجينيتم والسدن همزكورية طب المينور يا دكتور جمع هلك في كلمة فراب اللي هو فيفر ورس دي إي إس آر و سي آر بي والأرثرالجيا والبرولونج بي آر انترفال والبريفياس آآ ريوماتيك فيفر يبقى اذا في الريوماتيك فيفر لازم ان تبقى عارف كواس جدا ايه هي الميجور كريتيريا وايه هي المينور كريتيريا طيب تعالى كده بقى ما نطلع نبص على الميجور كريتيريا خلاص احنا تفانم مع بعضنا кіه نيه اللي هي البولي آرثرايتس والسابكوتين واسلوديولز والإيريسيمة مرجينيتم والكرية السابكوتين واسلوديولز زي دي زي الحاجات دي كده طب الإيريسيمة مرجينيتم زي دي برضو الإيريسيمة مرجينيتم عاملة كده زي ايه من اسمها مرجينيتم انها بتبقى إيريسريميتاس من عمد المرجن وبتبقى آآ 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 اللي هو ايه بتبقى عادية عن النص ايه زي هنا كده مسلا. تمام? اللي هو المرجن بيبقى ايريسريميتاس لكن في النص بيبقى عادي. تمام? دي اسمها الاريسيما مرجنيتام. والسيدن هامز كورية. طيب تعال باول حاجة نتكلم على الكاردايتس. اهلنا حاجة في الريوماتيك فيفر هو الايه دكتور? هو الكاردايتس. طب ايه الكاردايتس? يقول لك اكتف انفلاميشن للايه? لطبقات القلب كلها. طبقات عضلة القلب. طبقات عضلات القلب كلها. طبقات القلب كلها. هو عضلة القلب المايو كارديام والاندو ك Explorer. ومن جوه والبريكارديةud. لايه والبريكاردايتس. طيب اه ياخد اه ياخد اه القلب بس بياخد البالفات بتاع Calculation by Drpa niveling. طبقات الأنهي فالفات اللي هو الميترول فالف والاورتيك invaded. تحنان عام في الله الميترول فالف عندنا اربع فالفات. الميترول فالف اللي هو كان على الشمال والترايكاسبت فالف اللي كان على اليامين. وعندنا الاورتيك فالف فالف. حتwidم كنا؟ تمام? victim village area receive drowns small فالفيولايتس اللي هو التهاب الايه؟ التهاب الفالفات طيب مين يا دكتور بقى اللي يكشف لك حالة الكاردايتس الايكو كارديو جرافي يبقى الايكو كارديو جرافي is the gold standard diagnostic ايه؟ دياجنوستيك مشر عشان نقرح نشخص بيها الكاردايتس طيب تاني حاجة عندنا السيدن همز كرية يعني ايه كرية يا دكتور بتبقى abrupt jerky involuntary movements يعني حركات مفاجئة لا ارادية بتبقى على شكل ايه؟ على شكل تشنجات يبقى abrupt jerky involuntary movement تمام كدام تمام ممكن يبقى معاها او ممكن ما يبقاش معاها muscular weakness او ايه؟ او ايه مش لل liability تمام كدام تمام ولكن بيقولك بقى معلومة مهمة جدا ان الكرية has the latest onset of a of timing of all acute rheumatic fever manifestation يعني دي اخر حاجة بتيجي خالص اخر حاجة بتيجي السيدن همز كرية تمام كدام تمام طيب جاب لك برضو اهيه courier symptoms هي نفس الحاجات بالزبط بيقولك ايه abrupt interrupted speech يعني ممكن كمان تأثر على عضلات الايه اللي هو الصوت فيعمل ايه؟ اهو involuntary vocalization فتأثر على الايه؟ على ال speech تعمل involuntary fitgeting اللي هو ايه؟ small movements في ال hands وفي feed ايه تاني unable to maintain ongoing motor activity انا مش عارف مثلا حاجة زي السواقة مش عارف اسوق لان الحاجات دي بيتجيلي مفاجئة تمام كدام؟ تمام فبالتاني ممكن تأثر على الايه؟ على الحركات اللي محتاجة ايه وقت طويل يما ده يا دكتور؟ ده اللي هي السد الهمزة كرية طيب تانيت حاجة عامدنا البولي ارثريتس البولي ارثريتس بيبقى ميجراتوري ارثريتس في يعني ايه ميجراتوري ارثريتس؟ يعني مثلا تيجي في الركبة وبعد كده تنزل على الانكل اهو وتيجي مثلا في القلب وبعد كده تروح على الرست وهكذا يبقى اسمها ايه؟ ميجراتوري انها بتهاجر وقال لك بقى حاجة لازلها جدا من البولي ارثريتس ده يا دكتور بيجي بسرعة وبيختفي على طول يعني بين قامد السويلنج طبعا البولي ارثريتس اللي افتهاب بيبقى ايه؟ بيبقى بين وسويلنج وريدنس وهكذا بيجي بسرعة بيجي بسرعة وبيختفي في خلال من ايه؟ من خمس لسبع ايام طيب قال لك يا دكتور بقى حاجة لازلها جدا ان البولي ارثريتس ده بيبدي دراماتيك ريسبونس او اكسلانت ريسبونس للساليسيليتس او الاني سايدز اللي هما الاني سايدز طيب دكتور هو البولي ارثريتس هو المور بروميننت ولا الكاردايتس؟ قالك بالزات في الاطفال الكاردايتس بيبقى هو المور بروميننت تمام؟ يبقى ان تشيلدرن بيو اه بلو فور اه فايف ييرز ارثريتس يجوالي ميلد but كاردايتس ايه مور بروميننت وقالك ان الارثريتس دي زي ما احنا اتفاعل هاي بتيجي وبتخطفي على طول فهي ايه؟ نوت بروجريس آآآآآآآآآآآ يعني لا يمكن انها تتطور لإيه? لي كورونيك ديسيز. ابنيك كده بنقول علي لإيه? بنقول عليها الميجور كرايتيريا. التبطتني حاجة عندنا المينور كرايتيري. المينور كرايتيريا احنا رسا ما اكريمينا. اول حاجة يقول لك درجة حرارته تبقى اا اكبر من او او يسوي ثمانية وتتلاتين درجة ونصف. يعني ده الميجور. لكن الوجع ده ده الايه؟ ده ده الماينور. يبقى ارثولالجيا. طب ايه تاني لما جينا نعمل ECG برولونجة بي ار انتيرفل. مش هنقود بقى نبص احنا فاكرين لل ECG وكده. بس مش هنقود نرجع يعني نعرفها كده وخلص. برولونجة بي ار انتيرفل. طب ايه تاني. الاسر والسيري اكتف بروتين هنلاقيهم عليين. الاسر يبقى اعلى من 30 ميلي والسيري اكتف يبقى اعلى من 30 ميلي جرام. يبقى 30 و 3. ايه تاني ليوكو سايتوزس لان احنا اتفعنا ان هو ايه؟ ان ده اوتو اميون. طيب ممكن كمان من الماينور كريتيريا ان هو يكون عامده اصلا ستريبتا انفكشن قبل كده او جاله ريوماتيك فيفر قبل كده. يعني مش شرط الحالة اللي جالي ريوماتيك فيفر تبقى اول حالة او جات لها اول مرة. لا. ممكن تبقى على فكرة. تمام? فالهيستوري بتاع انها جالها ريوماتيك فيفر ومعها الاعراض دي. فانا اتوقع انها ممكن تكون ايه? انها ممكن تكون ايه ايه ردق عليه تاني. يعني. يبقى بريدياس هيستوري. او ايه? او ايه? او ريوماتيك هارت ديسيز. طيب ايه ريوماتيك هارت ديسيز دي? هنسيبها دلوقتي لحد ما نشوف الموضوع. طيب. ازاي شخص الحالة دي يا دكتور? اهم حاجة. اهم حاجة لازم ان ناخد يستوري. يعني الهيستوري مهمة جدا اللي هو. هيستوري اوف Ubfexion. هيستوري اوف اوف إنفكشن. اللي هو في صورة ايه داكتور? اا ان الشخص دا مسلا كان عنده ايه? ان الشخص دا مسلا كان عنده مekk� hunchalitis او عنده فالينجايتيس او سكرلت فيفر. ما دا هيستوري اوف انفكشن؟. تبه وكذا؟ يبقى لازم يكون فيه هيستوري اوف انفكشن. طيب ايه تاني؟ في عن دينا بقى حاجة اسمها الجون كريتيريا ودي مهمة جداً الجون كريتيريا بيقولك يا دكتور ان انا عندي قاعدة لو لقيت اتنين ميجور مانفستيشن انا ممكن اشخصتك حالة ريوماتيك فيفر الاتنين ميجور اللي هما من مين؟ ها؟ من الكاردايتس والأرترايتس والكلام اللي احنا قلنا ده يا اما واحد ميجور زائد واحد ماينور ده في حالة ان دي ايشيال اه اكيوت ريوماتيك فيفر طب لو كانت ريقارنت لا انا لو كانت ريكارنت انا محتاجة شخص ايه؟ انا محتاجة عشان اشخص اتنين ميجور برضو؟ او واحد ميجور مع اتنين مينور او ثلاثة مينور بس فواحد يسأل طب يا دكتور لو لو مثلا جاء لي اتنين ميجور انا كده اشخص انا شخص او ريكارنت على حسب انت انت مش بتشخص اناشيال ولا ريكارنت انت بتشخصها على حسب جاتلك ازاي؟ يعني مثلا انت عرفت الاعراض فالاعراض دي شككتك في ريوماتيك فيفر فانت هتبدأ تسأل هو انت عندك history of ريوماتيك فيفر فقال لك اه يبا انت كده recurrent قال لك لا يبا انت كده initial بس ببساطة يعني يبقى اذا لو هي initial انا ممكن اشخص باثنين major او واحد major زايد اثنين minor طب لو كانت هي recurrent يعني جت لها ريوماتيك فيفر قبل كده انا ممكن اضيف عليها ثلاثة minor يعني لو جالك مثلا شخص ده بفيفر واي اسار عالي وارثولوجيا والشخص ده كان عنده ريوماتيك فيفر قبل كده يبقى اذا ده ممكن اشخصه ريوماتيك فيفر على طول تمام كده تمام طيب كمان انا ممكن استعمل اللابولاتوري اهو اللي هو الاي اسار هيبقى اعلى من كم اعلى من او يساوي تلاتة ميل اه تلاتة تلاتين ميلي السيري اكتب بروتين عالي هعمل سي بي سي طب ليه هعمل سي بي سي عشان اشوف اليوكوسايتو بلو سي بreditين؟ عشان اشوف اليوكوسايتوزس عشان اشوف الايه اليوكوسايتوزس اصلاك كله وايه تاني هاخد ساوت آشرITT هعمل استريبت الانتيبايز اللي هو المتي Jacotو 2017 او تيطر مش ده الانتيبايز بتاعت الصريبت يبدأ لنا ايهوerne ا inexنا كنو ترى يبقى عشان الدياغنوزز اول حاجة هناخد ايهaden خلقية و Julian Criteria الي اعني ايهileiumية اثنين ميجور ماني فستيشن او واحد ميجور zm Mile ده في حالة لو كانت انيشال لكن هنضيف على الحاجات دي تلاتة مينور لو كانت ايه لو كانت زائد الابولاتري انفستيجيشن هنبدأ نعمل تحليل اسر و سي ار بي و سي بي سي وكذا وهنبدأ نعمل كمان ايه ثروت كريتشار وهنشوف اللي هو استريبت انتيباضي اللي هو الاس او تي تمام كده تمام طيب ده جدول بنرجع فيه نفس الكلام الضبط اتقال اللي هو بتاع الجون كرايتيري يعنى بيقولك ايه بيقولك اتنين ماجور مانفستيشن او واحد ماجور زائد اتنين ميينور ده ايه ده اديشيال ايه ار اف تب لو كانت اتنين ماجور نفس الحاجة فوق بالظبط بس هتضيفني تلاتة مينور يبدأ ايه يبدأ ريوماتك فيفر يبقى إحنا كده اتكلمنا في إيه دكتور إحنا كده أول حاجة اتكلمنا عن قصة الريوماتيك فيفر ككل وعرفنا ما هي rayomatic فيفر و بتحصل إزاي وبعد كده اتكلمنا عن اللمسان محمد الانس tin POWani اللي بتؤدي أنوا يحصل اصلا من الأول وكمان البيارتسبوزنج فكتور اللي بتؤدي إلى حدوث ايه زائت كمان اتكلمنا عن وعرفنا الميجور كريتيريا و المينور كريتيريا وعرفت إزاي بشخص حالة الريوماتيك فيفر وصلبо أهم حاجة بالتائي في هي الريوماتيك هارت دي fis الريوماتيك هارتي دي اهم حاجة عندنا الريوماتيك هارتي دي fis يعني تمام تأسير الريوماتيك فيفر مع 당시 الحارت ان لفقي. يعني هو بيقولك ايه ان الريوماتيك فيفر ممكن تعمل بس هيا دي الفكرة يبقى كلمة برميننت دمج للهارت والأي�� ده ممكن يكون قلت申 يكون الفالفات. يعني الفالف يضياء. فبالتالي انا كده هقلل البلد فلو. ممكن يكون ليك في الفالف. يعني الفالف يصرف. فيعمل ايه؟ فيعمل يعني يقول لك يعني مثلا احنا عارفين ان الفالف هو وظيفته ايه? ان بعد ما الدم ينضخ في الاتجاه الفالف بيقفل عشان الدم ما يرجعش تاني. صح ولا لأ? فانا دلوقتي لما يبقى عندي تسريب في الفالف ده يبقى الدم هيرجع في العكس الاتجاه. فيعمل حاجة اسمها ايه? الريجرج. الريجرج. ناخد بالنا عشان الكيز. ممكن يجيب لنا يجيب لنا مسلا في الكيز ايه? ان الشخص ده والله كان عنده وكان عنده مش عارف في الاول فارنجايتس او تونسولايتس قويلا كان. وبعدها مسلا بفترة اللي هو من فترة مسلا تلات اسابيع. بعدها بتلات اسابيع. الشخص ده جينا عملنا له ايكو كارديو جرام. لقينا عنده اه ميترال ريجرج. يبقى انت تشخيصك ايه? ريماتك فيه. بس. وبالذات كمان لو كان سن الطفل ده مسلا من خمسة لخمسة سنة سنة. فدي ايه هيأكد لك الكيز اكتر. طيب. ايه تالت حاجة ممكن تحصل? ايه ممكن يحصل دامج في عضلة القلب نفسها. دامج للهارت مصل. تمام? يعني اللي هو كان ايه? يضعف عضلة القلب. فبالتالي ده كده هيأثر على الايه? هيأثر على قدرته. على البنب. كمان ممكن يحصل ايه دكتور في الاخر? ممكن يحصل هارت فيلير. يبقى ازا اهم حاجة في الكمبليكيشن بتاعت الريوماتيك فيفر ايه? اهم حاجة هو الريوماتيك هارت دي سيز. انه ممكن يعمل ناروينج في الفال في يؤدي الى دكريز البلوت فلو. او يعمل ليكج في الفال في يعمل ريجيرش او يعمل دامج للهارت مصل فيأثر على البام. يعني ممكن يعمل ايه? ممكن يعمل هارت فيلير. اوكي? اوكي. طيب. اه طبعا علشان اه حوار الهارت دا. الجولد ستاندر زي ما احنا اتفعنا هو الايه? هو الايكو كارديوجرافيا. تمام انده دوبلر. دوبلر دا بيوضح لك البلوت فلو. عشان اشوف البلوت فلو. ممكن يكون ديكريزد وهكزا. تمام? تمام. ايه تز نوري كوممندد. ماشي فور اا 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 كونفرمد او سبيكتد اكيو تريوماتيك فيفر. لازم ان نعمله. يعني مثلا لو انت شكيتني دي حالة اا اا ا اي ار تمام كده تمام طيب كده خلصنا جزء المرض تعالى بقى ما نخش على جزء الكميونيتي وجزء البريفنشن والكنترول والحاجات دي نصلي على نبي الله ما صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد البريفنشن يعمل اول حاجة انا عندي بريفنشن من ايه ده السؤال احنا كان عندنا في المحاضرة الخامسة والسابسة حاجة اسمها البريفنشن صح وكان عندنا برايمري بريفنشن وساكندري بريفنشن وانتفقت معاك ان كلمة برايمري بريفنشن معناها ايه؟ معناها الحماية قبل حدوث المرض اصلا انا همنع حدوث المرض طب البريفنشن اتنين اللي هو السكندري بريفنشن المرض حدث فانا همنع انتشاره وهمنع الكمبيليكيشن تمام كده؟ تمام طيب الفكرة هنا بقى في البريفنشن يا دكتور انا هبدأ بجنيرال وبقى برايمري وبقى سكندري يعني ايه؟ قول لريفنشن اللي بتعمل بريفنشن له السكريبت انفكشن من الاول خالص لكده العدوى Vietnam البريفنشن هنا بعدها بس انا همنع حدوث الحدوث المرض عاصلت どانيرا البريفنشن الاول بس انا همنع حدوث الغربة الفكرة حصلت بس انا همنع المرض او اهمنع المرض التي حرو distributions بس انا همنع الدروف مرض بس انا ن tens OT كبريفنشن هنا هنا بس كبريفنشن معناها انه من العدوى��ي Après تقومه بالترجم بس انا همنع حدوث الريوماتي يبلغ riots زي دكتور عشان من الاول. طب حصلت. بس انا هامل ايه? طب حصلت. بس انا همنع والايه? والكمبليكيشن. طيب انا همنع ازاي? والله هنسأل نفسينا سؤال. هي بتنتقل ازاي? خلاص. يبقى اه 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 يبقى كل ده هيعلي من المناعة وهنبعد اللي هو يبقى فيه تباعد وكده. فبالتالي ايه? فبالتالي انا همنع الانفكشن من الاول. صح ولا لا اه? محدش يقول vaccine. مفيش vaccine لل mej voor برايمريبرونشن برايمريبرونشن بقاعد اي اخيفر ا mierشان اي انا برايمريبي NYنشن من طريق ال種 مAmerican. يبقى لازم اعالج الستريبت كويس جدا جدا جدا. تمام جدا؟ تمام؟ يبقى عن طريق ان انا هعالج الستريبت من خلال ايه؟ مش دي بكتيريا هستعمل انتيبيوتكس. فاكرين مين الحاجة اللي احنا كنا بنستعملها كبروفيلاكس الريوماتيك فيفر؟ البنسيلن. بس يبقى هو الدول الرئيسي عندنا في المحاضرة دي هو البنسيلن. طيب يبقى اللي هي زي ما احنا قلنا اختصارها الجاز انفكشن. كان بروفنت الأكيوت ريوماتيك فيفر. طيب ايه began to cause. طيب ايه الادوية اللي عندنا؟ ممكن يبقى بنسيلن أو الايرجيك تو بنسيلن. فهندي يعني مثلا يا اما هندي بنسيلن. ثلاثة حاجات. يا اما لو واحدة عنده حاسية من البنسيلن هنددله الحاجات دي. طيب البنسيلن طبعا البنسيلن الرئيسي اللي هو البنسيلن جي بنزاسين. ده البنسيلن الرئيسي اللي كان بيتخد وحدات لو نفتكر من الدرما كان كان بيتخذ وحدات. كان بيتخذ من ستمائة ألف لمليون ومئتين ألف وحدة انترامسكولر كسنجل دوز. ناخد بالنا. يعني بيتخذ وانس بس. يعني هي سنجل دوز. خلاص شكرا. تمام كده؟ ده إيه؟ ده البنزاسين. ده البنسلين جيبنزاسين. طيب في عندنا حاجة مثلا زي الأموكسسلين. الأموكسسلين والبنسلين فيه متسهم. دول بيتخذوا أورا العادي وبيتخذوا لمدة معاناها. مثلا إيه؟ الأموكسسلين بيقولك إن هو بيتخذ لمدة عشر تيام مرة واحدة في اليوم بمقدار خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام. يبقى الأموكسسلين بيتخذ ايه؟ مرة واحدة في اليوم عشر تيام. خمسين ميلي لكل كيلو جرام. طب البنسلين برضو بيتخذ لمدة عشر تيام. بس بدل وانس داي لأ بيتخذ مرتين إلى تلاتة في اليوم. طب الجرعة لأ من ماتين وخمسين لخمسمائة ميلي جرام. تمام كده؟ تمام؟ يبقى البنسلين جيبنزاسين ده البنسلين الرئيسي ده اللي بيتخذ فيه شكل وحدات. ستمائة ألف لمليون وم إنترا ماسكلر بيتاخد مرة واحدة جرعة باتطعي من 150 إلى 500 ميلي جرام طيب لو واحد بقى عنده حساسية من البنسلن ياخد ايه دكتور؟ ياخد الجملة دي سواني طيب لا اله الا الله طيب لو واحد عنده حساسية من البنسلن ياخد الجملة دي ايه الجملة؟ عزيز وكلين ده كيف هم يعملوا كوارث عزيز ازيسروميسن ازيسروميسن اللي هو الزيسرماكس وكلين ده الكيليندا مايسن اللي هو الكليوسين طيب كيف هم الكفالوسبورين يقول لك ناروسبيكتروم كفالوسبورين ناخد بالنا كوارث كيلارس كيلاريسروميسن دول طبعا بيتخدوا ايه؟ بيتخدواه patching يبقى دا كده انا عملت ايه؟ انا عملت bereitvention للريوماتيك فيفر يعني عملت بمعنى اخر تريت منتر الايه للستريبتو كوكا الانفكشن تمام تمام طيب حصل ريوماتيك فيفر يبقى انا كده هعمل ايه انا هحاول امنع ريكارنس اوف ريوماتيك فيفر لان الريكارنس اوف ريوماتيك فيفر على فكرة ده اللي ممكن يزود من مشاكل عضلة القلب وده اللي ممكن يؤدي الى الوفاة بعد كده يعمل هارت فيليا تمام والكمبليكيشن بتاع ريوماتيك فيفر اللي هي برضو مشاكل في عضلة القلب يبقى الساكامدري بريفنشن بيقولك ايه ريكارنس اوف ريوماتيك فيفر از اسوشياتيد وز ايه وورسنينج اوف ريوماتيك هارت ديسيز عشان كده البريفنشن هيتم من خلال ايه كونتينيوس امتي مايكروبيال بروفلاكسز يعني انا من الاخر كده هبدأ ادي للعيان ده امتي بيوتكس يمشي عليها لمدة من العمر سنوات بتبقى سنوات طبعا على حسب هنشوف على حسب ايه دلوقتي طبعا كده يبقى لان لان الريوماتيك فيفر لما بتيجي كزا مرة اللي هي الريكارنس بتعمل ايه وورسنينج اوف ريوماتيك هارت ديسيز عشان كده لازم ممشي العيان على كونتينيوس انتي مايكروبيال بروفلاكسز فبيقولك كونتينيوس انتي مايكروبيال بروفلاكسز از ريكم مندد انبيشن اوز ايه يعني جاله ريوماتيك فيفر قبل كده او giلهم ايه وريوماتيك فيفر عملتهم ايه طيب بيقولك يا دكتور ان الانتي مايكروبيال بروفلاكسز ده شود بي انشيائة اسسون از اكيوت ريوماتيك فيفر او ريوماتيك هارت ديسيز اس دياجنوز يعني اول ما يتشخص ريوماتيك فيفر على طول لازم ايه لازم نبدا على طول الايه البروفلاكسز اللي هو الكونتينواز انتي مايكروبيال بروفلاكسز طيب طوي راديكيات الريزيدوال جازي يعني مثلا بيقولك ايه في بعض الحالات ممكن الثروت تبقى نيجاتيذ يعني لما جينا ناخد ثروت كاليتشار ما لقناش عنده السريبت بس في نفس الوقت هو عنده ريوماتيك فييفر برضو ايه برضو نديله البروفلاكسس ده يبقى حتى لو ايه حتى لو ما كانش عندهم ايه السريبت يعني بمعنى اخر ان السريبت مثلا عندهم يعني في ريزيدوال وعمل له ريوماتيك فييفر لازم برضو ايه لازم برضو ادي للعيام ده بنيسلم طيب السكندري بيفينشان عندنا نفس الفكرة بالزبط هيبقى يا اما بالبنيسلم جيبينزاسين او بالبنيسلم في بوتاسيام مش من الاموكسيسلم بنفس الجرعات الجيبينزاسين ستمائة ستمائة ألف المليون ومتين ألف وحدة انترامسكولر كل أربع أسابيع ناخد بالنا بقى مش تبقى سنجل دوز يبقى مش هتبقى سنجل دوز لانها تفقت معك انها كنتينوز يعني هتبقى مستمرة معاه لفترة من عمره وهنعرف هتبقى مستمرة معاه قد ايه لحد من على حسب كذا حاجة طيب البنيسلم في بوتاسيام قالك مئتين وخمسين ميلي جرام احنا كنا قايلين قبل كده لهم مئتين وخمسين لخمسمية بس ده في حالة الايه البرايمري بريفنشن هنا هيبقى أورال توايس ديلي ماشي عام كل يوم طيب هندي بقى دو واحد عنده حاسية من البنيسلم نديله ايه نديله الصالفاديازين او الايه او الماكروليد او الأزاليد دول لو واحد عنده حاسية للبنيسلم وطبعا على فكرة مايتاخدوش في البرامري بريفنشن البرامري بريفنشن احنا ديناهم الجملة الايه الجملة؟ اللي هو الازيسرو maycin والكليندا mazecin والكفالوسفورين والكلينرسروميصل لكن هنا الصالفاديازين والماكروليد او الأزاليد هنا طبعا الصالفاديازين بيتاخد اورال مرة في اليوم مرة في اليوم يعني هيستمر معاه لفترة من عمره. طيب هيستمر معاه قد ايه؟ قالك على حسب حاجة من اتنين. او على حسب حاجة بس احنا هنقول انهما اتنين. على حسب الهارت افكشن يعني على حسب القلب بتاع الشخص ده اتأثر قد ايه بسبب الريوماتيك فيفر؟ او على حسب الكلينيكالبكتشر بتاعت الباست اقتاك افريوماتيك فيفر. يعني الريوماتيك فيفر لما جت. عملت لك ايه؟ مش احنا قلنا ان احنا عمدنا ميجور كريتيريا ومينور كريتيريا؟ إيه هي بقى الأعراض اللي جات لك بالصلاحة النبي تمام كده تمام قال لك والله لعيان ده ممكن يكون جالو ريوماتك فيفر بحاجة من ثلاثة يامه ريوماتك فيفر ويزود كاردائتس أصلا يعني ما عندوش أمرت أفكشا يامه ريوماتك فيفر ويز كاردائتس ببنوريزيد والهارت ديسيز يعني الريوماتك فيفر لما جت ما عملتوش إيه مثلا ما عملتوش فالفيولر ديسيز يعني ما عملتوش أي حاجة يعني هيك جاله فعلاً كاردايتس بس تعافى يا إما ريوماتيك فيفر وسكاردايتس أم دي ريزيد والهارت دي سيز يعني برزيستمت فالفيولار إيه فالفيولار دي سيز يبقى واحد جاله ريوماتيك فيفر بس الهارت ما تأثرش هتقولي إزاي دكتور الهارت ما تأثرش إحنا اتفعنا أن أنا عمدي عشان أشخص ريوماتيك فيفر مش شرط يكون فيه كاردايتس ممكن يكون واحد ميجور زائد اثنين ماينور عادي الواحد ميجور ده ممكن يكون أي حاجة من الخمسة اللي إحنا قلناها ممكن أن يكون الكرية مثلاً بس الكاردايتس بيبقى من الحاجات المشهورة بس ممكن يكون رعاني ربنا بيحبه وما جالواش كاردايتس يا إما ربنا بيحبه بردو وما جالوا كاردايتس بس فما حملّلو ريوماتيك فيوفر؛ وامللو كاردائيكيجIلي هوا بريزيستنت فالوveolar disease طيب اين なفكرة بقى تعال اما نشوف لو واحد عملي واحد بريزيستنت فالو المطلس هيمشي عالي 5 سنوات олько حمس سنوات او لحد سنة 21 سنة بمعنى يعني أيها ماء أطول يعني ايه؟ يعني لمثلا لو حد عنده تسعتاشر سنة جالوريوماتيك فيفر بس من غير كاردايتس ياخد البروفلاكسيز انتيبويتكس لحد الواحد وعشرين سنة ولا خمس سنين؟ قالك لا ياخدهم خمس سنين. ليه؟ دي الفترة الاطول. لان الواحد وعشرين لحد واحد وعشرين سنة هيبقوا كم سنة؟ هيبقوا سنتين بس. طيب مين الاطول السنتين ولا الخمسة؟ الخمس سنوات؟ يبقى هي دي معنى كلمة هو تشيفر اس لونجر. فيما الفكرة؟ طيب. طب جالوريوماتيك فيفر وكاردا كاردايتس؟ بس ما عملتهش خلاص يبقى مش على 10 سنوات او لحد سن الواحد وعشرين سنة؟ هو تشيبر اس لونجر. يعني هي دكتور؟ يعني مسلا. طفل جاله ها عنده 10 سنوات جالوريوماتيك فيفر وجاله كاردايتس. بس من غير يمشي على البروفلاكسيز ده لحد واحد وعشرين سنة ولا المدة عشر سنوات ..والله هو عنده عشر سنين لحد واحد وعشر سنين向 conex واحد وعشر سنين لا يمشي لحد واحد وعشرين سنة. فيما الفكرة؟ يبقى دي معنى بتشيبر اس لونجر طيب. وا ثالث. جاله ايه؟ ريوماتيك فيفر وجاله كارداتيس وجاله بريزيستانت فالفيولار ديسيز. يمشي على علاج ازاي عشر سنوات او لحد سن الاربعين سنة برضو هو تشيفر اس لونجر نفس الفكرة بالزبط. وممكن كمان نمشي لايف تايم بروفلاكسز. ليه دكتور ليه ممكن نمشي مدى الحياة. قالك لان الشخص ده مش هيستحمل اي آآ 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 ريوماتيك فيفر تاني. مش هيستحمل تاني. ليه؟ لان خلاص جاله بريزيستانت فالفيولار ديسيز. فلازم ان ناخد بالنا. يبقى هي دي الديوريشن اللي احنا هنمشي عليها يا دكتور في حالة ايه؟ في حالة اللي هو السكندري بريفنشن. يبقى لازم ان ناخد بالنا في البريفنشن. احنا قسمنا البريفنشن لثلاث حاجات. يا اما الجينيرال مشر. يا اما برايمري بريفنشن. يا اما سكندري بريفنشن. الجينيرال مشر يا دكتور عشان ابريفنت الستريبت انفكشن. طب البرايمري بريفنشن عشان ابريفنت الريوماتيك فيفر. يعني جاله الانفكشن. بس انا عايزة منها على الريوماتيك فيفر. طب السكندري جاء للريوماتيك فيفر انا عايزة منها على الريكارنس والايه والكمبيكيشن فبمشي على ايه على امتي ميكروبيا البروفيلكسس ممكن على حسب طبعا زي ما احنا اه عرفنا بتاع الايه بتاع الهارت. طيب الكنترول بقى والكلام الفواضي اللي بقى ده. كل ده كان ابني يعني سايا جدا مفوش اي حاجة خالص. اه اول حاجة يقول لك ايه? يقول لك ما ايه وعدون ايه وعد تلمس الكيز او تتعامل مع الحالة او تتعامل مع الوبجيكتس بتاعته. اه لازم ان طبعا نعمل توعية عن الحمى الروماتيزمية ونعرف الناس هي بتنتقل ازاي? ونعرف الناس الاعراض عشان ايه? عشان اه مفيش ام تهمل في ابنها او واحد يهمل في نفسه. يقول لك اول حاجة لازم ان نعمل طبعا ايدنتفايل يعني مثلا لو في حالة جالها ريوماتيك فيفر لازم اعرف مين المخالطين له من اربع اسابيع يعني من ايه? يا ليه من اربع اسابيع ما احنا عارفين بقى اللي هو من اول ما حصل الانفيكشن من اربع اسابيع يعني من اول ما حصل الانفيكشن احنا عارفين ان الروماتيك فيفر بيتطور بعد من اسبوع لخمس اسابيع من حدوث الانفيكشن فعشان كده ايدنتفايل الكون tengciIS. الام지 يقولك Howshould and close a and close contact deefined as those staying in the same house as case hey? اربع اسابيع برى里سيد in scorso Agupe لما كان في ايه؟ لما كان أثناء الستريبت انفكشن أثناء الايه؟ أثناء الستريبت انفكشن طيب بعد ما عرفنا الـ Contact لازم نعملهم examination هشوف مثلا لو فيه skin sore الـ Strip source دي اللي هي الـ Impetigo مش احنا عرفين الـ Strip كانت بتعمل الـ Impetigo برضو فهشوف لو فيه skin sore لو فيه pharyngeitis لو فيه tonsillitis بس غالباً بتبقى على الفaryngeitis وتونسلitis طبام؟ طبام طيب ايه تاني يا دكتور؟ بيقولك And provide appropriate management for these conditions Contact include all people in close contact with case during the period 2-1-A month before the onset of illness in case 1-month هي نفس فكرة الأربع أسابية بالزبط فهي نفس الحاجة بالزبط طيب هنعمل ايه تاني من ضمن الـ Examination ان انا هاخد سلوط الـ Swap لو هي positive فهنبدأ treat with antibiotic لو هي positive يبقى هو infected طب هو غالوريوماتي فيفا؟ لا يبقى انا هعمل ايه؟ primary prevention عشان بس نبقى واخدين بالنا طب لو هي negative لأ مش هنعمل اي حاجة خالص طيب Prevention of Seripte Infection In close the communities ان انا همنع بقى العدوى من الأول خالص هي نفس فكرة general measure بالزبط بيقولك أول حاجة ايه؟ Sanitation of environment Good ventilation Good housing Avoid the overcrowding Healthy education نعرفهم يعني ايه ريوماتيك فيفر Early case finding لو في اي كيز لازمة نعرفها على طول ونعمل لها isolation treatment and return after cure كيمو بروفلاكسس فاكرين الكيمو بروفلاكسس لما اتكلمنا عنه في المحاضرات قبل كده في محاضرة 5 أو 6 تقريبا اللي هو زي البنسلم والإلستروميسن full allergic patient يقولك and the possible recurrence of rheumatic fever خبلك ان احنا استعملنا على فكرة البنسلم ده يعني لو انت جيت لاحظت البنسلم في primary prevention وال secondary prevention عشان بس ناخد بالنا يعني هما اللي موجود في الحالتين بس يا الفكرة the doses and duration هي اللي بتختلف فهي موجودة في primary and secondary طيب بيقولك برضو عندنا في epidemic measures بيقولك in out breaks مثلا of confined groups investigate to trace the source of and channel of infection يعني لازم نشوف يعني مثلا لو حصل out breaks لسريبت لازم ان نعرف ايه مصدر العدوى في اين الفكرة وهنبدأ ان نعمل طبعا swap of suspected source عشان نشوف مثلا مين مصدر العدوى ونشوف مين الناس اللي تعادت وهكزا ملخصا كده management of rheumatic fever early diagnosis and treatment prevention of recurrent attack by chemo prophylaxis improper doses management of complication دي حاجة اساسية عشان نمنع ال rhd اللي هو rheumatic heart disease كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى خلصنا المحاضرة محاضرة سهلة جدا مفيقاش اي حاجة خالص يبقى كده اتكلمنا في ايه؟ احنا اول حاجة طبعا عرفنا ال rheumatic fever ويعني ايه rheumatic fever عرفنا انها autoimmune disease بتيجي بدل ايه؟ من الأكيوت streptoccal infection وعرفنا انها الرومatic fever مش مرض وتتطور بعد من واحد لخمس اسابيع وطبعا بسبب الايه ماشي major criteria و minor criteria وعرفنا بنشخص على حسب الجون criteria وبعد كده اتكلمنا على complication اهم complication عندنا هي rheumatic heart disease وبرضو بعد كده اتكلمنا على prevention وعرفت ان انا عندي general measures primary prevention secondary prevention واخر حاجة برضو اتكلمنا عن الايه؟ ال control كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى المحاضرة خلصت لو احتاجتم اي حاجة تقدروا تبعتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته